الأهل قادر يا فندم على تجاوز العقبة في مطش العودة؟ الموضوع صعب جداً خليها بس نتكلم بممتها الأمانة يعني ونرجع للناس فكرة برضو لما المنتخب الوصني اتغلب من غانا ستة في عهد برادلي وعندنا نقول إن ممكن مصر تقدر تكسب غانا نتكلم بواقعية وننكلم الناس بواقعية الموضوع صعب جداً فكرة آه ما فيش مستحيل في كرة القدم لما كنا أنا عملت اللي علي أنا بشوفها إن الموضوع صعب جداً النادي الأهلي بقمته وبقسمه وبلاعيديه وجماهريته الكبيرة الناس لازم تفكر قويس جداً إنه غائب عن بطولة إفريقيا لمدة تزيد عن ست سنوات وهو يسير في نفس الاتجاه اللي صار فيه نادي الزماني الغائب عن البطولة لأكثر من عشر سنين نبطل بقى فكرة إن إحنا نقوم نغيز الأهلوية ونقوم نغيز الزوركية فكرة التحسيل اللي إحنا مش فالحين غير فيها دلوقتي إحنا دلوقتي مش فالحين غير إن إحنا نكتب بوستات على السوشيال ميديا فقط السوشيال ميديا أصبحت تتحكم في الكرة المصرية وفي مصائر الكرة المصرية بشكل بيضع أو بينذر بكرسة أخرى يعني هي مشكلة طبعاً يعني بتتوازى مع العصر وظروف العصر ومتغيراته يعني السوشيال ميديا لغنى عنها دلوقتي فخلينا بقى في النادي الأهلي دلوقتي وحضور ستين ألف مشجع للمباراة هل ترى إن حضور الجماهير من الممكن أن يكون مؤثر في تعويض كبير يعني يجب أن يكون في مباراة العودة حتى وإن كان حضريك بتقولي يعني ستة أهداف ده شيء صعب يعني مصحة لديك أنا بكلمك في أولاً السوشيال ميديا آلغن عنها في التطور اللي حاصل لكن مش هي اللي تتحكم فيها وفي قرارات في رقمها فكرة إن النادي الأهلي على الأمور صعبة في التأهل حضور الجماهير في برج العرب هو النادي الأهلي من عرض الطالب بحضور ستين ألف متفرج بزيادة عدد الجماهير قرار الجهات الأبنية لسه ما يعني ما تمش يعني وجود أي قرار بشكل نهايي لكن خلينا أقولك الخبر الأهم اللي كان متداول خلال الفترة اللي فاتت وهو فكرة مصير لسارتي المدير الفني لنادي الأهلي في أي معلومات عن مصيره؟ حتى الآن النادي الأهلي رافض أنه يتخذ أي قرارات إنفعالية بناء على نتائج لمباريات؟ لا لأن في ضغط للمباريات خلال فترة اللي فاتتنا الأهلي يلعب مع مصر المقاطسة يوم الأربع اللي جاي ثم مباراة سان دوانز في مباراة العودة وبعدها مباراة بيرامز بأربع تيام وبالتالي من الصعب جدا اتخاذ قرار بأتهير ما لم يحدث أو لم يطرق في المباراتين المقبلتين أي جديد أو أي نتائج غير متوقعة زي مباراة مبارح شكرا النقد الرياضي إسلام صادق شكرا جزيلا لحضرتك